أنه في رسائل غير مباشرة طول الوقت والحقيقة كانت زي ما حضرتك كده بتقول خاصة بالقومية العربية وبالدول والأحداث والتحديات اللي في المنطقة وفي نفس الوقت الأحداث الكتيرة اللي عشناها السنوات القليلة الماضية واللي يعني موجودة ومن وقت للتاني بنعيشها برضو في مصر التوليفة دي كونتها حضرتك ازاي هو أنا دايما المنطقة العربية أصلها فيها كثير من التشابه في أمور كثيرة وفيها اختلاف فأنا اللي كنت شايفه في 2004 رغية 2007 إلا حيصر في العالم أن هناك مؤامرة كانت بتحضر طبعا أنا قريها من زمان 1983 برنارد ليويس وبرجينيسكي بس الشراء الأمن القومي أمريكي إزاي خسارة في العرب رصاصة إنما بعلوم سلاح يموتوا بعض هزي الاتفاقية وكانت منشورة عنه ورسموا خريطة بالألوان البلد هتتقسم القدي سوريا هتتقسم القدي ليبيا مصر تونس المغرب الخليج العراق كله فهذا التصور المثقفين كانوا دايما يقولك بلاش نظرية المؤامرة أنا كنت بحط احتمال واحد في المئة إنه حياه وادرسه فشوف كل الاتجاهات والأسهم بتؤدي إن هيحصل شيء جلل في المنطقة العربية وتوقعي إن الشعوب هتتفتت زي ما أعدائك عايزين وهي اللي هتخرب أوطانها كنت بسميها الجحيم العربي لما جيت أعرض سنة دي فصلحت بعض الاصطلاحات يا ما بيتش الجحيم العربي صورات طرابية العرب إيه اللي حصل فيها لو افترضنا أن هناك مؤامرة افتراض يعني ومش حقيقي مثلا بس تشوفي بقى بس أنت زاكرتك الانفعالية تقول إيه اللي حصل في بلادك ومين اللي كسر ومين اللي خرب ومين اللي ضمر ومين اللي حرق إحنا كان عندنا ناس شباب بيولعوا في المبنى وبيكسروا في المباني وبيقولوا تحيا مصر تبين فرقة على فكرة كل الكوميديا في العرض كوميديا عالية جدا رغم المرارة بس الكوميديا ليه المتفارج بيتحك لأنه مختزن هذه الصورة اللي شفها هو الحقيقة أنه فيه أكتر من مشهد كانت الناس بتضحك فيه جدا يعني وكانت كلها فيها اسقطات على أحداث الناس عاشتها هاختر من المشاهد دي الإعلام الإعلام موجود في المسرحية بقوة مش عايز أحرق العرض يعني لكن فيه شخصية من خلالها حضرتك بقى بتتسلل المشهد الإعلامي هو المفروض اللي تجوزتها زوجتي موزيعة هي ما عندهاش تالنت ما عندهاش موهبة بس هي متحمسة جدا وقارية وعارفة شوية سياسة على شوية ثقافة بتاع بس هي حاسة أن العالم كله بيحاربها إنما أنا بشوف الإعلام في جانب آخر مش في المجتمع العربي لو العقل العربي تنقل لأمريكا مسلا ماذا هيحفظ؟ منشوف بقى منشوف إيه يحصل؟ العقل العربي الأقل زكاء والعقل الخامل اللي هو ممكن يحطم أوطانك هو يحطم أقوى دولة في العالم غريبة أول فكرة دي يعني لما طلعت في المسرحية كانت مختلفة جدا إنك بتشوف الأوضاع دي لو الولايات المتحدة هي اللي عاشتها هتبقى خايفة من مين وهتبقى لأنا إزاي والشعب هيبتدي يحضر نفسه إزاي التجهيز وهيخرب في بلده إزاي التجهيز برضو للفكرة دي خد منتها يقلي هو خده الثلاث سنين اللي هو من 2004 إلى 2007 وأنا لما كنتش خدت تصريح رقابي 2007 اللي انت عارفها الرقابة دي كيفاوشور يعني الترخيص خمس سنين لو معرضتيش لازم تجدديه خمس سنين تانين فأنا 2007 دي لو مكنتش وقت الترخيص 2007 أو 2010 ليمكن حد يصدق إن أنا كاتب النص ده في 2004 قبل الصورات الربيل عربي أو قبل الأحداث دي يعني يعني كل ده كان تنبؤ توقع أقولك على حاجة بس أنا لغتها لأسباب إن أنا كنت شايف أن في العصر القادم قريب جداً ده 2007 القدس هتبقى عاصمة إسرائيل كنت شايف ده قبل القرار الأمريكي وكنت بتريق على أني محدش فتح بقو يعني سكتين في حاجات ما هيش تخمين أو تنجيم يعني إنما أنت عندك ذات عالمية في تصرفات في تحركات في العالم بتحصل أنت بدور تستقرأي المستقرأي زي ماما أمريكا ما هي استقرأت إن التهمة القادمة للعرب والمسلمين هي الإرهاب ترجمة نانسي قنقر